انطلقت في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة نعم ويهدف المهرجان لتقديم المنتجات والصناعات التحويلية جديدة من التمور حيث تقام فعاليات المهرجان في قلعة أمانة الإحساء التراثية بمشاركة 60 مصنع للتمور المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بمشاركة 60 مصنعاً ومنتجاً للتمور في المملكة العربية السعودية انطلقت في محافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة تحت شعار ويهدف التمر أحلى والذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة وهي التمر أحلى انطلق في 2014 ونحن وضعنا استراتيجيات وأهداف نريد أن تحققها أمانة الأحساء مع شركائها ولله الحمد حققنا الجزء الجميل بدأنا بـ 22 ركن والآن نتكلم عن 50 مشارك داخل أجنحة إنتاج التمر أصبحت التمر غير تغليدية خرجنا من المحلية إلى أنحاء المملكة أيضاً خرجنا إلى دول الخليج وأيضاً دول العالم أصبحت تمور الأحساء تمور دولية بعد أن كانت تمور محلية الصراحة مهرجان التمور خصيصاً في منطقة الأحساء نقلة نوعية الأهالي محافظة الأحساء وشيء يعني يبرز منتجات الحساء ويعرف إخواننا من الدول العربية وهم بعد يجونا الضيوف من جميع أنحاء العالم طبعاً في منتجات التمور بجميع أنواعها ويقدم المهرجان منتوجات متنوعة من مشتقات التمور منها عصيدة التمر الحسوية وكوكيز التمر وكيكة التمر السريعة التحضير إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الثقافية كمعرض الفنون التشكيلية الذي ضم ثمانين لوحة للفنانين التشكيليين من محافظة الأحساء والمقيمين فيها تحت عنوان طوابة الزمن ساعة أمانة الأحساء بتنظيم مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بنسختها السابعة في موقعها الجديد وهو موقع قلعة أمانة الأحساء حيث يضم الموقع أكثر من 52 مصنع تمور وبالإضافة إلى أركان مصاحبة هي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية ومسرح يستقل للفعاليات بالإضافة إلى قرية خاصة للحراف اليدوية والفعاليات المصاحبة مهرجان التمور مرة مميز في المنتجات التي تعكس أصالة الأحساء فيه منتجات من المكياج بالتمور منتجات الأكل من التمور العصيدة كل شيء موجود بالتمر موجود عندنا مرة مميز بعدما انقطع عن سنتين رجعوا بقوة كبيرة ويشد انتباه العائلة كلها كبار السن الأطفال الكل مكان مفضل للجميع ويحتضن المهرجان الفريج التراثي الذي يتضمن 22 حرفة يدوية أحسائية منها حرفة الإمداد والخوص والقفاص وصناعة الفخار وحياكة المشالح والتطريز اليدوي قوة التنافس والإنتاج لكل مصدع من المصانع المشاركة في هذا المهرجان بدأ يتنافس على منتج جديد يفكر حق السنة اللي بعدها ويش اللي يطرح من منتج جديد طبعا هذا جاء من بعد جهود أمانة الأحساء في تجمع هذه المصانع في مكان واحد وأربع الدهب يا دهب وحياكم تعالوا لع العسل يا عسل حياكم في بلدكم الثانية في مطينة الأحساء في واعة التمور وحياكم يا بلدكم الثانية وأربع الدهب يا دهب تاجراتي البحرين ودول مجلس التعاون تميز مهرجان التمور لهذا العام بتنوع برامجه حيث ضم أكثر من 20 حرفة يدوية وستة مشاريع للتصوير الفوتوغرافي لإثراء المهرجان سامي الحمود لتلفزيون البحرين الأحساء